في دراسة جديدة اكتشف فريق من الباحثين في جامعة هارفورد الأمريكية دليلاً على أن التعرض لمستويات عالية من التلوث عن طريق الجسيمات الدقيقة المتواجدة في الدخان النتج عن حرائق الغابات يمكن أن يؤدي إلى المزيد من حالات كوفيد-19 كما من شأنه أن يزيد من الوفيات في صفوف أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس وفي بعض مقاطعات كاليفورنيا وواشنطن التي تأثرت بشكل خاص بحرائق الغابات العام الماضي وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة ساينز أدفانسز أن حوالي 20% من حالات كوفيد-19 مرتبطة بمستويات عالية من دخان حرائق الغابات واكتشف الباحثون أيضاً أنه يمكن ربط نسبة أعلى من الوفيات بالدخان الناتج عن حرائق الغابات في بعض المقاطعات وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الدخان الناتج عن حرائق الغابات يمكن أن يهيج الرئتين ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بعدو الرئة بما في ذلك فيروس سارس كوفيد-2 الذي يسبب كوفيد-19